أجيت إليكم بمعاني أخلاق قيم إحساني من هدي حبيب الرحمن فبهذا محمد أوصاني أسمع يا مؤمن من حكمه واتبع ما أوصى في سننه تظفر بالخير وباليومي وتقوز بجنات نعطني بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله خلال شهر رمضان المبارك من هذا اليوم الذي هو غرة رمضان أول يوم من أيام رمضان الذي نشعر فيه حقيقة بهذا الوصل الإيماني مع الله عز وجل تعدنا شوي عن الدنيا إن شاء الله ربي عز وجل يجعلنا في قرب دائما إلى وجهه الكريم وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا سوف نمضي وإياكم بسلسلة على صلاة الظهر إن شاء الله سميتها أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما النبي عليه الصلاة والسلام له حصة كبيرة في قلوبنا من هديه ومن سيرته شوفوا أخواننا الكرام يعني لو كان إنه والدك مسجله مقطع فيديو مثلا أو جدك قبل مماته وهو يوصي وصية وأنت بتحب والدك أو جدك أو والدتك حبا جمّا حبا كميرا شلون بتكون هذه الوصية هلأ لو أحدنا يعني آلوله بقدرة الله عز وجل هناك تم اكتشاف أن هناك حمارا أو هرا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أقول له موجود شوفوا الطعم هل الهر أو الحمار أو تلك الدابة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بنا بوصيته كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغل مواقف معينة فيوصي الكبير والصغير اخترت لكم ثلاثين وصية من جوامع الكلم جوامع الكلم يعني كلمات معدودات يا كلمة يا كلمتين يا ثلاثة لكن فيهم معنى كبير بشان الواحد يحفظ هون وهي وصية النبي لا في واحد ما بيحب النبي عليه الصلاة والسلام بدكن الطبقوة ثلاثين وصية أزبط طبقوها منرتقي مراحل مو مرحلة لا مراحل هلا الواحد بيكون بالمدرسة قبل ما يفوت للمرحلة الابتدائية هاي جديدة الشغلة ما كانت يعني من خمسين سنة ستين سنة ما كانت ألا بسموها باللفظ الإنجليزي كي جي كنا نحن يمكن ما بعد فزل حقناها مسموها تحضيري تنتقل من التحضيري للابتدائي بعدين الابتدائي للإعدادي ثلاثين درس كل درس مرحلة تطلع بآخر رمضان متخرج أخذ شهادة اسم تطبيق وصايا النبي عليه الصلاة والسلام اليوم اخترت لكم أن أبدأ الدرس بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس العباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام ويوم الجمعة ذكرت الناس بأسوة حسنة تكلمت عن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام واللي ما يعرف العباس عم النبي عليه الصلاة هو من أول من أسلم لكن أبقاه النبي في مكة عينا يعني استخبارات وما أحد من الصحابة يعلم بإسلامه فهو أرسل أولاده بنات عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن والقثم سيدنا القثم ابن العباس وين مدفون سمرقند طالع رحلة سياحية على سمرقند ولا داعي إلى الله داعي إلى الله من أولاد العباس عبد الله سيدنا عبد الله كان نابغة نابغة حتى سماه النبي حبر هذه الأمة والمدينة كان فيها يهود ويشتهر لفظ حبر النبي عليه الصلاة والله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل مرى النبي عليه الصلاة والسلام أردف عبد الله اللي هو ابن عمه خلفه على دابة فيبدو أن المشوار عشر دقائق ربع ساعة ماذا نفعل استغل الموقف بأن أوصاه قال يا غلام إني أعلمك فصول أو أعظك بكتب والله يمكن غير هيك قال له إني أعلمك كلمات أنا أصدر أنا أعلم لكم ياها كلمة كلمتين قل له بدي علمك كلمتين كلمتين بس لصغير كلمتين إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك من ثلاث كلمات أول وحدة استثمار الفرصة للتعليم هذه فرصة ليس كل يوم تكون انتويا راكب انتويا بالسياء ابنك الصغير لو بابا شوف اللي بيروح على صلاة الفجر هيك يجب له ياها بشكل شهر رمضان هذا شهر الخير تحكي له كلمة رايحين عند الرحيم صليت الرحيم اللي بتبارك في الأعمار وتزيد في الأرزاق انه رايحين لعنده الأستاذ الفلاني أهل العلم هدول اللي بيكرموا أهل العلم الله بيكرمهم رايحين لعنده أهل القرآن عضو استثمار الفرصة من ايش للتعليم لا اتفوت دقيقة النبي عليه الصلاة والسلام راكبين على ايش على بغلي راكبين على حصان راكبين على ناقة هلأ انت راكب في ايش في السيارة يا ما كنت مع أهل الله أهل العلم دائما أنا فيك شغلي فيه الله يكعلمني إياها تعلمت من ممن ربنا لذا كنت أعد مع رجل من أهل العلم من أهل الزكرة وصينا وصيه وصينا وصيه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله فقال له احفظ الله يحفظك حفظ الله عز وجل للعبد على قدر نيته نحن بحاجة إلى حفظ الله عز وجل في هذا الزمان نحن يمكن من قصة ابن عباس بذاتها احفظ الله يحفظك هذا وصيه النبي نحن ما نحن بحاجة أنه الله يحفظ الله أنت فيك تعيش لحالك فيك تعيش لحالك كم نصاب ينتظرك في كل صباح وكم دجال والله إذا ما الله ما تدخل أنا بقول لهم إذا ما الله ما تدخل من روح بفوتوك من اليمين وبيأخذوك إيش من الشمال احفظ الله يحفظك مذخرشت من بيتك لا تنسى في شيء نحن نملكه كنز كبير معنا مفاتيح ما عم نستخدمها واحد معه مفتاح بيته وقعد على البرطوشة ما بعرف ليش إذا خرجت من بيتك قل بسم الله توكلت على الله هيك النص ولا حول ولا قوة إلا بالله يناد له هديت وكفيت ووقيت هاي الحفظ وقيت الآن نحن في زمان معد في نظر للآخرة معد في تزكية نفس نحتاج لحفظ الله عز وجل الحفظ هو أن يتدخل الله عز وجل في رعايتك من أعظم حافظ الله فالله خير حافظ وهو أرحم راحمين لذلك الصبح أنت طالع قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ينادى هديت ووقيت وكفيت سبحان الله نحن نحتاج إلى حفظ الله عز وجل سلي الله عز وجل لك ذلك ولأولادك من الأولاد الله اللي بتبني بعشر سنين يهدم في ساعة من الزمن مع رفيق سوء لأولادك احفظ الله يحفظك الله بيحفظك بدينك وبدنياك الدين أهم شيء الدين يا رب يا رب يحفظني والله ما نؤدي اللي عم يصير يا أخوان الكرام والله ما نؤدي انت أد وسائل التواصل أد هالفيديوهيات اللي عم تطلع الآن الإنسان بفوت على الفيسبوك بيطلع له أصص ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به نفس بشرية عم يعرضوه يلي يمكن إذا عرض على من قلبه مطمئن بالإيمان بيتزعزع دخيلك يا رب يحفظني شلون الله بيحفظك يحفظك الله عز وجل بحسن الطاعة الحفظ أول شيء بيجي على قدر النية وبعدين بيجي على قدر العمل شوفوا جوال حقه نص مليون ليرا ما له شغل إذا ما كان في شحن ما له شغل إذا ما في رصيد ننعبر رصيد رصيدنا بمجلس العلم ورصيدنا بالصلاة ورصيدنا بمخالفة النفس ورصيدنا بالصيام بدنا نشتغل نحن بزمان صعب نازل بالمصعد أحد الجوار كبير في السم فوق ثمانين كيف يا عم وكل عام وأنتم بخير بركتنا وابن أدي لي شيخنا وأنا أدي له عم لأنه كبير يعني رجل لي تلو بدي أسألك سؤال تلو مر معك مثل هات زمن أنت الثمانين سنة قال لا والله هذا زمن يحتاج إلى إلى حفظ قال أنه الحجاج الحجاج هو من أول القواد في الدولة العباسية وتعرفوا الدولة العباسية أتت معت الدولة الأموية وقصص وحكاية هذا تاريخ وسياسة اللي بده يقرأ يقرأ المهم الحسن البصري الحسن البصري من التابعين الحسن البصري رضعان من أم سلمة رضي الله عنها وارضها صار ينكر على الحجاج ما يفعله في الكوفة والبصرة من بطش بقى كل الناس حطت الطاعة إلا الحسن البصري لأنه رجل من أهل الله عرفان الظلم وعرفان البغي ورجل يعني متصل بنسبه وبحسبه وبعلمه بالنبوة والصحابة آم الحجاج قال والله لأسقينكم من دمه والله رجل ذوبتش كان يطلع على المنبر يقول أنا ابن جلة وطلعي الثنايا متى أضعي العمامة تعريفوني جيب السياف وجيب النطع يعني هذا شو هذه العدة تبع القتل لكي لا يوضح السجاد الأحمر في القصر والإمام الحسن البصري اسمه أبو سعيد فات توكل على الله فات لعنده كان قاعد يشتغل بإيش برد هذا تبع يحفظ الله يحفظك يعرف كل واحد يعرف مقامه عند الله الولد أو الشب اليافع الطالب يلي دارس بخشى أنه مثلا يجي سؤال من نص الكتاب ولا من ربع الكتاب يجيبه أهلا وسهلا ورحمة فصل الأول أهلا وسهلا فصل الثاني أهلا وسهلا من نص الكتاب أهلا وسهلا من آخر مرة قدمت مادة اسمها قانون تجاري شركات الحقوق شركات اثنين معروفة بالفصل الثاني دكتور يعني أستاذ المادة يعرف الأسات زي معه في القانون أربع أربع دكتورات سبحان الله أنا المقدمة أم أقرأ فيها عم يحكوا عن القانون الألماني كان أعجبني أن أفن دفيها جاب سؤال خمسين علامة من المقدمة كنتوا مع الناجحين لأنه خمسين علامة من المقدمة وخمسين علامة من الكتاب أمين يجيب الخمسين يجيب مثل ما هي الحسن البصري بلش تمتم أول ما شاف الحجاج مولانا شلوكم مولانا جيبوا كرسي وحطوه على شمال جيبونا الفواكي جيبو لي العطر اللي وصلني من اليمن آم وقبل إذا وعطر لياها بعدين مروا لي بألف درهم جاب ألف درهم صرر له ياهون ودعوا لباب القصر وقال له سيدنا مولانا لا تنسانا من الدعاء بعد ما طلع لحؤ من السياف هذا اللي بيقطع الروس قال له يا أبا سعيد قال له والله دعيت لغيري هذا الأمر قال له نحن جايبينك لغير الألصاي شو صار ما صار حتى الرجل حتى أكرمك شو كتا تحكي قال له بدي اللا قال له دخلت إليه وقلت يا ولي نعمتي وما لاذي عند كربتي من ولي النعمة فضو يا ولي نعمتي هذا ولي نعمته ما بحسن يساوي له شي ما بيقدر يخالف أمره يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم حكا وقال له يا رب أبرق وصله احفظ الله بس هو هلا هيك حكاها ولا له رصيد له رصيد احفظ الله يحفظ الله يحفظ ك من يحفظ ك بدينك ودنياك يحفظ ك من أن تعصي الله عز وجل يقول يا رب دخيلك احفظنا الله خير حافظ يا رب يحفظني بالجامعة يا رب يحفظني بالطريقة يحفظني والله بيجي واحد حكالي حكالي أخ اتصل في عمره سبعين سنة بدأ بطريق الغواية صار بده يتصاب مثل اللي عمره عشرين سنة الله يحفظنا الله يحفظنا دعونا دعونا برمضان الله يحفظنا الله يحفظكم دعونا أولادكم الله بس شلون يحفظك فاضي الله كان أحد رواد المسجد الحاج أبو خليل الحمصي رحمة الله عليه ما توفى من سنتين يجلس في تلك الزاوية اللي وين الشباب وين الشباب يعني الطلاب اللي عندك مية وست سنين آخر سنة صلى على القاعد قبل من يصلي على الواقف تلو عمنا أبو خليل شو شو هل صات شو عام يلا الله تلو الله يرزق ني كبر متل كبر تاك شو عام يلا الله اللي احفظ الله يحفظ ك حفظ نها في الصغر فحفظ ها الله لنا في الكبر الله يحفظ العبد من نفسه الأمار بالسوء يا رب لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا والله كلام ما في أجمل من كلام النبوة ما في أحلى من مجلس العلم الآن الصيام شايفين الصيام ببركة للصيام لأن الصيام بيحفظ الإنسان النبي عليه الصيام قال الصيام جنة شو جنة خير الماسي هل أدى عاملين العلبة يعني روعة ليش لا تحفظ ساعة فخمة تلاقي العلبة تبعها هل أدى ليش تحفظها كانوا الأمهات يقولوا يا حفيظ يحفظوا يا حفيظ يحفظوا الحفيظ هو الله الله يحفظكم ويحفظ أولادكم شاء الله كل يوم مناخذ وصية من وصاية شايفين هذه بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم فظوا حفظ أمر الله أدى نحفظ أمر الله حصة الله وقت مجلس العلم حفظ أمر الله بهم الله عز وجل يحفظك يا ما يا ما يا ما إنسان رح له مصاري ولح لآهم بحفظ الله يا ما بدي ساوي حادث بحفظ الله الله نجعه يا ما الأمور كانت ماشية بالهاوية بحفظ الله تسدد احفظ الله يحفظك بتسدقوا النبي احفظوا أمر الله والله ضمين لكم بالحفظ ربنا تقبل منا بسر الفاتح